الرئيس الاوكراني زيلينيسكي بيتوسل لنيتو وبيطلب ارسال امدادات عاجلة سريعة ضخمة لان حملت كورسك التهمت كل احتياطيات الجيش الاوكراني والمانيا بتستجيب وترسل نظام دفاع جوي جديد من نوع ايرستي والصحف الامريكية بتكشف عن السلاح الروسي الخطير اللي نجح في تدمير ثلاث انظمة دفاعات جوية امريكية من نوع باتريوت في ضربة واحدة والمفاجأة روسيا ضمرت ثلاث باطريات صوريخ امريكية باتريوت بصاروخ واحد بس من نوع اسكندر في اكبر مفاجأة روسية تعالوا بنا نعرف التفاصيل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين زي ما كان متوقع بالضبط ان عملية كورسك العسكرية الاوكرانية هتفضي كل احتياطيات وامدادات الجيش الاوكراني تماما زيلينيسكي زي ما قلت اقتم مرة انه بيتعامل مع معركة كورسك انها المعركة الاخيرة معركة الحسم مع روسيا لدرجة ان زيلينيسكي ضحى بالجابهة الداخلية بالكامل عشان يوفر قوات عسكرية تقدر تكتاح كورسك ومع الخساري الفتحة في جابة كورسك زيلينيسكي مضطر انه يرمي كل احتياطيات او يرمي احتياطيات جديدة كل يوم عشان يفضل متمسك بموطئ قدم داخل اراضي روسيا بعض المصادر العسكرية قالت ان الرئيس الامريكي بايدن طلب من زيلينيسكي التمسك بموطئ قدم داخل اراضي روسيا في كورسك باي تمن حتى موعد الانتخابات الامريكية في نوفمبر القادم عشان الحزب الديمقراطي يقدر ينافس ترامب ويفوز بانتخابات الامريكية وطبعا زيلينيسكي خايف من فوز ترامب على كاميلا هاريس اللي هيكون في صف روسيا وهينهي الحرب بشروط بوتن ولو في اسوأ ظروف وفاز ترامب يكون زيلينيسكي موجود على اراضي روسيا بحيث يحصن وضع اوكرانة في التفاوض مع بوتن بمنطلق سيب ونسيب ومن هنا زيلينيسكي بيتعامل مع حرب كورسك انها الفرصة الاخيرة قدام بوتن او المعركة الاخيرة وده سبب المخالي زيلينيسكي بيحاول يتمسك باقي الشبر داخل اراضي روسيا حتى لو زيلينيسكي حرق كل قواته في معركة فشلة حتى لو بعد زيلينيسكي كل جيشه هناك في محرية الجيش الروسي وحتى لو ضح زيلينيسكي كمان بالجبهة الداخلية كلها واخلى كل مدن اوكرانيا وسلمها لروسيا المهم ان زيلينيسكي مش عايز يسيب كورسك باي تمن وطبعا ده في صالح روسيا تماما لان روسيا بتضمر دلوقتي قوات اوكرانيا بقال جهد لدرجة ان كل احتياطيات اوكرانيا العسكرية خلصت في 12 يوم بس كل الاحتياطيات العسكرية وكل الامدادات الغربية اللي جات من الغرب لاوكرانيا في شهور الاخيرة ضمرتها روسيا رجالة في 12 يوم بس وهنا زيلينيسكي بيطالب جيوش قوات نيتو بسرعة ارسال امدادات جديدة واحتياطيات ومش اي امدادات ده زيلينيسكي طلب امدادات ضخمة جدا بسرعة لموسط الحرب في كورسك وطبعا ده بيمثل استنزاف سريع لموارد الغرب العسكرية المانيا استجابت لطلب زيلينيسكي وامرت بتحضير منظومة جديدة من صواريخ الدفاع الجوي منو ايريس تي لارسالها لاوكرانيا لتعويض الانظمة الالمانية المضمرة كمان جهزت المانيا دفعات جديدة من زخائر المدفعية والاسعافات الطبية طبعا الاسعافات الطبية اكتر حاجة عايزة اوكرانيا دلوقتي مع الخسارة الفادحة في صفوف الافراد والعسكريين في اول يومين من حرب كورسك ظهرت صور من اوكرانيا من لواء الاستطلاع الميكانيكي واحده ستين واما مصورين نفسهم داخل اراضي كورسك بنفس النمط الروسي دائما روسيا اما كانت بتاخد مدن وبلدات اوكرانية كان عدد من ضباط الجيش الروسي بيوافوا على جداريات اوكرانية وبيصوروا نفسهم بالعالم الروسي اوكرانيا بتحاول تقلد روسيا فرح تصور نفسها في كورسك بنفس النمط الروسي وده كان اكبر خطأ اوكرانيا لان روسيا قدرت انها تجيب معلومات عسكرية واستخباراتية عن شوائط العائل الاوكران اللي كانوا صوروا نفسهم داخل كورسك في اطار الحرب الدعائية والحرب النفسية وقدرت المخابرات الروسية انها تصف العيال دول في كورسك وعلنت روسيا ان كل الجنود والضباط الاوكراني اللي صوروا نفسهم من اللواء واحد والستين الاوكراني تم القضاء عليهم عشان بعد جدا محدش يفكر يسافز روسيا او يلعب مع الضب الروسي داخل اراضي روسيا روسيا جماعة ما بتنساش طرها ابدا وبتعرف تاخد طرها في توقيته المكان المناسبين مجالة ميليتري وواتش الامريكية العسكرية اعترفت بنجاح روسيا في تدمير 3 انظمة صوريخ دفاع جوي امريكية من نوع باتريوت في يوم واحد بس والمفاجأة الصحيقة ان روسيا ضمرت 3 انظمة صوريخ امريكية بصاروخ واحد بس وده المفاجأة اللي صنعت حالة من الرعب والفزع عند امريكا والنيتو يعني مفروض ان تدمير 3 انظمة صوريخ دفاع جوي امريكية من نوع باتريوت لازم يتم من خلال غارات جوية عنيفة انت بتهاجم دلوقتي انظمة دفاع جوي متعددة المهام مش بتهاجم هدف اردي ثابت بالتالي عشان تدمر 3 انظمة صوريخ امريكية من نوع باتريوت فدي مهمة عسكرية مش سهلة ابدا وتستلزم الضرب باسلحة متعددة لاخماد واسكاد بطرات الصوريخ الامريكية باتريوت لكن روسيا فاجئت العالم وضمرت الانظمة الامريكية باتريوت بصاروخ اسكندر واحد بس روسيا هجمت مكان تواجد 3 انظمة صوريخ امريكية من نوع باتريوت بصاروخ اسكندر معدل ومسلح برأس حرب عنقودي الصاروخ اسكندر الروسي نزل في مكان تواجد الصوريخ الامريكية باتريوت وانشطر الرأس الحربي الروسي لمئات الزخير الصغيرة اللامت بالانتشار والناسر على مساحة هائلة واندفعت الرؤوس الحربية العنقودية الروسية وعملت امطار لانظمة الدفاعات الجوال الامريكية باتريوت ودمرت قوازف الصواريخ ورادرات الانظمة الامريكية وخلال عدة دقائق فقط تم اخماد واسكاد 3 انظمة صوريخ امريكية من نوع باتريوت في ضربة واحدة روسية بصاروخ واحد بس شوفوا كده يا جماعة تكاليف صاروخ اسكندر واحد وصاد تكاليف 3 انظمة صوريخ امريكية من نوع باتريوت احنا بنتكلم دلوقتي على الاقل من مليون دولار تكاليف صاروخ اسكندر الواحد الروسي وصاد مليارات الدولارات تكاليف 3 انظمة صوريخ امريكية من نوع باتريوت ده بس عشان نعرف مين اللي بيتم استنزافه اكتر روسيا ولا النيتو طبعا لها مجال المقارنة كل تكاليف اللي بتقدمها روسيا او بتتفحها روسيا في حرب ضد النيتو ما بتجيش واحدة عالمية من تكاليف استنزاف قوات النيتو اللي بيتم استنزاف النيتو اضعاف اضعاف استنزاف روسيا مع الفارق ان روسيا جماعة بتعاوض تكاليف الحرب في اوكرانيا بواقع الاراضي والمدن الضخمة اللي بتكسبها من اوكرانيا ودي مدن غنية جدا بالصراوات الزراعية والصراوات المعدنية والصناعية يعني روسيا بتعوض كل تجاليف الحرب في اوكرانيا وبتكسب جدا في حين النيتو بيتم استنزافه وبيدفع تريليونات الدولارات بدون ما يكسب شبر واحد من روسيا فمحدش يقول تاني ان النيتو بيستنزف روسيا بالعكس روسيا يا جماعة هي اللي بتستنزف النيتو والنتيجة دلواتي قدام عينينا لاول مرة في تاريخ امريكا حجم عجز الموازنة الامريكية وصل دلواتي في عهد بايدن الى 6.6 تريليون دولار وده جماعة اكبر عجزي في تاريخ امريكا رقم ما حصلش بسبب حرب اوكرانيا اللي خلصت على اقتصاد امريكا ولو الحرب استمرت سنة كمان امريكا واوروبا هيتصفه تماما وده اللي خلى بوتن يصبر قوي على حرب اوكرانيا زي ما قلت زمان على القناة القديمة ان بوتن بيتعمد اطالة الحرب في اوكرانيا من اجل استنزاف امريكا والغرب وقلت زمان ان بوتن يقدر يخلص على الواد بتاع اوكرانيا في ساعتين زمن لكن بوتن مش عايز زيلينيسكي انما بوتن عايز الناس لوارا زيلينيسكي وبعد سنتين من الحرب في اوكرانيا الايام اثبتت فعلا ان صبر بوتن على اوكرانيا كان سليم تماما وهو دلوقتي يا رجالة امريكا تحولت في عهد الرئيس الامريكي بايدن الى دولة مترنحة اقتصاديا امريكا بتوعد تماما من ناحة الاقتصاد العسكري والاقتصاد السياسي ودخلت امريكا في اكبر عجز للموزنة الامريكية واكبر ازم الدين الوصد دلوقتي ل 35 تريليون دولار وزي امريكا اوروبا تماما الاصبعت بتعاني من ارتفاع الاسعار وضعف الاقتصاديات وانهيار الخدمات العامة واقرب مثال لنا دلوقتي شفنا مستوى تنظيم المانيا وفرنسا في كاس اوروبا والمبيات باريس من ضعف البناء التحتية وفشل المرافق العامة والمنشئات الرياضية كل ده رجالة نتاج انهيار اقتصاديات اوروبا وامريكا بسبب حرب اوكرانيا يعني كل المؤشرات بتقول ان روسيا بتنتصر في حرب اوكرانيا على المستوى التكتيكي في اوكرانيا وعلى المستوى الاستراتيجي قدام امريكا والنيتو بكده الفيديو خلص لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعم القناة لايك وشير وسبسكرب للقناة اشوفكم الفيديو جاء ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته